السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد سوف نشارك معكم بعض الأشياء اللي وجدت القوتي أول حاجة سوف نشاركها معكم هي واحد بانكيك كي يجيزوين بزاف والديد الأهم أنه سهل وكي حماقوا عليه الوليدات الصغار ومكي تطلبش منه شي وقت ولا شي مجهود كتير كي نصيبو هاد بانكيك هاد غادي نحتاجو ثلاثة دل بيضات غادي نحتاجو كذلك كاس ديال العاصر البرتوقل بعبار العنبة نصف كاس ديال السكر سانيدة جوش شاصيات ديال الخامير هاد الحلويات وكاس ديال الزيت حتى هو بعبار العنبة بالنسبة للدقيق غادي نحتاجو جوش كيسان حتى الكاثونس سالح سبتقيقوش كي تشرب أول حاجة غادي ناخدو شئيناء غادي نديرو فيه ثلاثة ديال البيضات من بعد غادي نديفورو نصف كاس ديال السكر سانيدة أو السكر حبيبات أنا هادر تغير النصف كاس انتو ما ممكن تديرو كاس على حسب الضوء ديالكم وغادي نخلطو كامل المكونات غير بالخلط اليداوي ما يحتاجش الخلط الكهربائي ولا اضطراب الكهربائي سافيك نخلطو هاد المكونات حتى كتجانس مع بعدياتها من بعد غادي نضيفو كاس ديال الزيت حتى هو بعبار العنباء وغادي نضيفو كاس ديال البرتقال بالنسبة لأخوات اللي ممتوفوش عندهم عاصل البرتقال ممكن اننا نعوضوه بكاس الحليب ونضيفو مع هاد المكونات الشاصية ديال الفاني باش تعطينا البنا سافي من بعد غادي نحركو هاد المكونات كاملة مزيان حتى كتنساجم مع بعدياتها بها الطريقة كي كتشوفو وقام بقام نضيفو الدقيق كيف كنت لكم غادي نضيفو حتى بلنا انا الخليط هو هادك بحال شكل ديال الخليط الكيك ما كيكونش قاسح وفي نفس الوقت ما كيكونش جاري بساف سافي كام بقام نضيفو واحد الكمية ديال الدقيق اللي دي جرع مغربل واحنا هيا كنخلطو حتى كنحصلو على واحد الخليط حتى هو يكون جانس بها الطريقة كي كتشوفو ومن بعد غادي نضيفو الشاصية ديال الخامير هذه الحلويات من وزن سبعة جرام وغادي نخلطو حتى هي هاد المكوينات مزيان وها الخليط ديال بانكيك واجد كيف قلت لكم في دقائق معدودة ما كياخدش وقت نهائيا دابا غادي نضيفو مباشرة غادي نطيبوه بحاش شكل باش كنطيبو الكخيب او البغرير كناخدو شي مقلة لكاتكون مكاتل السقش وكناخدو واحد الكمية ديال الخليط كنديروها في المقلة بها الطريقة ومن بعد سفيك اردوها على نار تكون مهيلة باش كياخدو وقتو فى الطياب هاد البانكيك ما كيتحرقش انتو ما كيكاتشوفو انا درت غير واحد الكمية قليلة بالنسبة لحاجم كيبقى اختياري ممكن تديرو مكبار او لا صغر هنا غير كيبداو يبانو لنا انهم دارو هاد التوقب هادو مباشرة كندوز وكنقلبوهم فاش البانكيك كيدير داك التوقب يعني كنعرفو انهو شد داسو من الجهة اللي عدنا فى الاسفل وكنقلبوه على الجهة التانية غير كيتحمر وصافي نفس الطريقة غادي نعاودو غادي نديرو حت الكيمية السائل فى المقلات وغاردو حتا هو على نارتكم توسطة انا مبيت غادي نقص النار غير كيبدا كيف قلت لكم كيدير داك الفقاعات او لعدو توقب من الاعلى بها الطريقة سافي مباشرة كندوز وكنقلبوه غا نكملو الخاليط كامل بنفس الطريقة بالنسبة لتزين كيبقى اختياري ممكن تخليو غير هكا ممكن تديرو فوقو سكر سقيل ممكن تديرو فوقو الشكلات انا استعملت هنا يا غرد شكلات غادي نديرو بها الطريقة ممكن انكم بدهنوه بالمرابة او للنبج وديرو له رقائق اللوز بالنسبة لتزين كيبقى اختياري او ها هو البانكيك واجد في دقائق مدودة واهم انه ناجح سافي مباشرة دوست لنشارك معاكم قبل اشنا وجدت هنا وجدت واحد البسطيلة بمضاق ديال السمك او البسطيلانيات بالسامك مخلطة ما بين فوقيه البحر كيجي شكل ديالها زوين راني ديجا شاركتها معاكم فى القناة اللي باغي الطريقة هنخلي رابط ديالها فصندوق الوصف من بعد مباشرة استحطيت هاد الكيك هذا البارد ديال الطبقة كيجي يزوين ولديدو بنين حتى هو ديجا راني مشاركه معاكم فى القناة غادي نخلي رابط دياله فصندوق الوصف وهذا البانكيك كيف قلت لكم كيجي يزوين وكيجي شيشو المضاق دياله رائع ديك المضاق ديال البرتوقل كيجي فيه زوين بزف وصفيحتنا هنه يل اشياء اخرى يعني باش كنزينو الطاويلة وكل واحد كياخد شنو بغا وهدا مكان وبطبعة الحال المشروبات الغازيه هتا هي كينا والعاصر اللي بغا وهنا الحلوة ديال بهلاح تهي ديجا راني شاركها معاكم فى القناة غدي نخلي الرابط دياله فصندوق الوصف وهنا هاد البالمي هادا طبيعة الحال من المخبازة ما صايبتوش وهدا الحلوة بعض الاشكال الحلوة والكوكا وصفي هاد الشي ما كاين من بعد غادي ندوس نشارك معاكم ضروري انا انا بادي ناكلين هاد الشي كامل عمروح البرد قاتاي ونقصن تحتو لي هنا كيكا تشوفو حطيت الرزيزة حتى هادا الرزيزة ديجا مشاركها معاكم فى القناة يعنى بلا مكينة بلا تشي حاجة غير بيتسكين كتجيزوينة حتى هي غنخلي رابط دياله فصندوق الوصف والبيتزا وهاد الكورني هادا مع ممر ومسمن اولا الملاوي البغرير بطابعة الحال حتى هو ديجا مشاركها معاكم فى القناة يعنى ما بغيتش نعود نفس الوصفات بش ما يوقعش عندي التكرار فى القناة وبطابعة الحال فروماجو والعسلو مهم هاد شي كي بقى لاحزا بالرغبة كل واحد باش انه بغيت ياخذ ده بغض ينجز نشارك معاكم بعض الهدايا فى الحقيقة ما شاركش معاكم الكادو كاملي لان انا ما يعني الملابس الهدايا الملابس و تكشي مالقتها فاش غا تنفعكم بغض نشارك معاكم بعض البرودوية اللي عجبوني بزاف خصوصا واحد العطر اللي زوين بزاف و يعنى ما كانش يطحلي على بالي انا انا ناخده كان اسمالي بزاف هاد البرفان هادا ديال زارة اوغيونطال كان اسمال الناس كيشكره بزاف حتى جاني داباكادو و فعلا البنات كيستحق التجربة رائحه ديال زوينه بزاف و كانت بقى لصقة ف الملابس يعني ماشى بحال دو كامل يعني مقارنا مع التمن دياله زوين بزاف واحدة التمن دياله ما كيكونش باهد هاده زارة اوغيونطال يا كتبقى ريحه دياله ف الملابس وحتى العطر دياله راه ما ما قاصحش بزاف انا كتكن ان ريحة دياله غا تكون قاصحة ولكن انها ريحه مزيانة يعنى ماشى مدوكو العطار اللي كانتخنق والاهم كيف قلت لكم انها تبقى لاثقاف الملابس هادي هي شكل حتى ذاك شكل دياله كيجي يزويون وريحتها غزالة بزاف عجبتني كننصحكم بها يعني البنات اللي كيقلب على شي بارفما يكون زوين والتمن دياله مناسب كننصحكم بهات زارة هادا راكيت باعوا في البوتيك ديال الملابس انا موهم جوني غيك هادو من بعد غين شارك معاكم هاد ديماكيون اللي زوين بزاف ديجا مجربة وجاني هاد المراكادو ديماكيون زوين بزاف وحتى ريحة دياله زوينه وكيصلاح البشرة الحساسة ما كيقاديهاش وهادو حتى هما كيكونوا غزالة نخليهم ديما فليساك ديالنا كيني طويبهم هكاليدين ما يكونوا خارجين عبرها ما عندناش في نغسلو يدينا وهذا خصوصا هادا بجل ديالالوي فيرا كيخلي واحد النعومة زوينه ومني كتغسلو به ما كيتحسوش انه كين شفلي الدين حتى هوا عجبني بالزايف وكذلك كين هادا ضوف هادا يعني راغانية على التالي في زوينة بزاف كترطة باللحم ما كتخليش ناش في نهائيا الجسم كامل وهنا عندي هاد اللوسيون ودي ماكيون ديالهم تا هوا مزوينين حتى هادو ديجا مجرباهم مقبل وجاوني كادو هاد المرة حتى هوا مزوينين بالزايف وكيتحسي انه وكين طفو البشرة ديالك مزيان وصفي هاد البودر بانانا حتى هي غزالة بزاف يعني كنديروها مني كان بغيو نديرو كونتورينج او الا كنديرو تحت العين باش مني كتخدمو فغا ب بوبيير ما كتبقى لوجه ديالكم نقي وهاد باندوش حمقتني الريحة ديالو في واحدة الريحة ديالو اللي عسل زوينة بزاف تهوا بغيت نشاركو معاكم يعني البنات اللي مهتمين او اللي بغيينش باندوش زوين واخر حاجة هاد ديالو ديرون ديالني فيا كريم هاكا عمري ما جربتها ولكني هادي زوينة بزاف جربتها يعني كتشد العرق وكتخلي الريحة زوينة وكن قولهم شكرا بزاف على هاد اللي كادو هادو كيف قلت لكم باقي هادا يا كتر وكني ما شاركته مش معاكم شاركت معاكم غيلا اشياء اللي كندن انها غتفيدكم وتستفدوا منها وصفي هادا هو الفيديو دياليوم بلا ما نزيد نطول عليكم كتر وكنتمنى نكون خفيفة ضريفة لقلوبكم وكيف كان قول ديما اللي بقي ما شترك شي شترك معايا في القناة ويدغط على الزر اشتراك او اللي كيكون في الاحمر وغيبير للكم واحد الجارس ضروري انكم تضغطوا عليه حتى يديرو حتى شريطات مع الجانب ليش هكا كيوصل لكم كل جديد وحتى الاخوات اللي ما كيوصلهمش الجديد للقناة نفس الشي اخصهم يضغطوا على الزر حتى يديرو كشريطات مع الجوانب وكنتمنى انكم تبارتعجيوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي ودعموني بالجيم ولا عندكم شي طالب او لا استفسر او لا تعليق مرحبا بالجميع وشكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله شكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله